عبدالعليم قاسم مخرج مصري قام بإخراج أكثر من عشرين فيلم قصير وعمل تسجيلي بدأ مشواره الفني في فترة التسعينات من أشهر أعماله فيلم القرار دراما تسجيلية بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأغنيت النيل ولا بيوصل للنجم محمد منير والتي حازت ذهبية مهرجان الآلام العربي فيلم عندما تلمس الخيال دراما تسجيلية بطولة شريف الخيام وفيلم شاب عمره مئة عام وهو آخر عمل وضع له الموسيقى التصويرية الموسيقار عمار الشريعي وفيلم أماكن الصمت الذي حاز على برونزية مهرجان الإباعة والتلفزيون وهو أول أفلام ثلاثية التعايش الديني في مصر والتي أكملها بفيلم نحلم سوا واختتمها بفيلم حارس الحصون قدم عبدالعليم في عام 2013 ميني كوم العمارة سيناريو أحمد راشد وبطولة وليد طاها ورانيا الخطيب ومونة ممدوح والفيلم الروائي القصير جوه السكون كما قدم فيديو كليب حي العلم للملحن والمطرب عمر مصطفى والتي حازت لقب أحسن أغنية وطنية عام 2016 من منديال الإعلام العربي كما أنه من آخر أعماله فيلم جامعة أون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر